أكدت حكومة بلادنا أن انقلاب ميليشيات الحوثية المسلحة المدعومة من إيران والتي شنت حربها ضد تطلعات الشعب اليمني والتوافق الوطني وتصعيدها المستمر في أكثر من منطقة وآخرها الهجوم المتواصل على مدينة مأرب التي تأوي أكثر من مليون نازح سبب تدهورا مخيفا في كل القطاعات التنموية والإنتاجية المختلفة بما في ذلك قطاعات التعليم والصحة والزراعة والمياه والصرف الصحي التي أصابها الشلل وأصبحات عددا من المحافظات تعاني من انعدام الأمن الغذائي وقال مندوب بلادنا الدائم لدى الأمم المتحدة سفير عبدالله علي السعدي في كلمة بلادنا إلى الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الأقل نموا الذي عقد بمدينة نيويورك الأمريكية إن التحدي الجديد والمتمثل بجائحة كورونا قد أضاف عبءا ثقيلا على كاهل الدول النامية لا سيما الأقل نموا مشيرا إلى أنه فضلا عن البنية التحتية الهشة وشحة الموارد تواجه الحكومات في الدول الأقل نموا صعوبات جمى في توفير رعاية الصحية ووسائل الوقاية لمواطنها وللكادر الصحي وجدد البيانة تأكيد على أن الشراكة مع الدول الأقل نموا ليست فقط في صالح هذه الدول بل إن ذلك سيساهم في تنفيذ الأهداف العظيمة للتنمية المستدابة بما يسهم في تقدم البشرية جمعا اقتصاديا وسياسيا وبئيا لما تتوافر عليه تلك الدول من موارد بشرية واقتصادية كامنة يمكن الاستفادة منها مشيرا إلى أن محاربة الفقر ورفع مستوى معيشة الأفراد وتوفير فرص العمل الكريمة للجميع سيساهم حتما في تعزيز السلم والأمن الدوليين وبما يقطع الطريقة على الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة التي تستغل الظروف المعيشية الصعبة للشباب لتجنيدهم واستغلالهم ترجمة نانسي قنقر